وفي المكلة أيضا تفقد الوفد السعودي المنشآت النفطية بمنطقة خلف بالمكلة بعد تدشينهم للمرحلة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية التفاصيل في سياق التقرير التالي جولة تفقدية بداخل المنشآت النفطية الخاصة بخزانات الحفظ للمشتقات النفطية تأتي للاطلاع عن قرب من قبل الوفد السعودي على ألية تفريغ منحة المشتقات النفطية وقيفية نقلها عبر القواطر المخصصة لها وتزويد محطات الكهرباء بساحل حضرموت وسد احتياجها من مادة المازوت والديزل هذا الاطلاع تم بعد تدشين الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية والمقدرة بخمسة عشر الف طن من مادة المازوت وثمانية الاف طن من مادة الديزل بقلفة اجمالية بلغت اربعمائة واثنين وعشرين مليون دولار امريكية وتستمر لمدة عام كامل اربعة وعشرون ساعة مرت منذ تدشين هذه المنحة والكهرباء لازلت في برنامجها السابقة تشغيل ساعتين وبثلها انطفاء في معظم مناطق ساحل حضر موت ولا توضيح حيال ذلك من الجهات المعنية